شيع عميات الفلسطينيين جثمان الشهيد محمد الرماوي إلى مثواه الأخير في بلدة بيت ريمة الشمال غرب رمالة المحتلة بعد احتجاز الاحتلال جثمانه لمدة 13 يوماً موكب التشييع انطلق من مجمع فلسطين الطبي إلى مسقط رأس الشهيد في بلدة بيت ريمة وسط هتافات طالبت بمحاسبة الاحتلال على جريمة اعدام الشهيد عن سبق إصرار وترصد وكان الشهيد محمد الرماوي قد استشهد نتيجة تعرضه للضرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال خلال اقتحام منزله لاعتقاله يوم الثامن عشر من أيلول الماضي